بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم أحببت أن أطرح معكم موضوعا هو مثار تساؤل السؤال وجه لي عن مصير الروح بعد الموت الاعتقاد السائد لدى بعض الناس أن الروح تموت ولكن هذا الاعتقاد خاطئ أيها الأحبة لأن الروح هي من أمر الله تبارك وتعالى يبغي علينا أحبتي في الله أن نتدبر هذا القرآن والتدبر لا يكون إلا بإحصاء كلمات القرآن سأكرر لكي نفقه التدبر هو تتبع دبر الأشياء تعقب الأشياء مثال عندما يتعقب القاضي الجريمة وأسبابها ويتتبع كيف حدثت وأين ذهب هذا المتهم وكيف حدثت الجريمة ويجمع كل الأدلة هذا اسمه تدبر وتتبع فعندما طلب مننا القرآن أن نتدبر كلام الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن وهنا لدينا آيتان في القرآن تتحدثان عن التدبر الآية الأولى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها السؤال استفهام أفلا يعني أيها الإنسان ألا تتأمل كلمات القرآن آيات القرآن لتفقه ماذا ينتظرك يوم لقاء الله ماذا ينتظرك لحظة الموت كل واحد مننا أيها الأحبة للأسف لديه اهتمامات في حياته وأسرته وأبنائه يعني فيروس ضعيف أرعب العالم وشغلنا وشغل تفكير الناس أقصد كوفيد 19 أو كورونا المستجد طيب أنت ستموت عاجلا أم آجلا الموت سيحدث كل نفس ذائقة الموت ينبغي على كل واحد مننا أن يعلم إلى أين هو ذاهب أن يعلم هذه المرحلة هذا البرزخ الذي سيعبر من خلاله إلى حياة ما وراء البرزخ ينبغي أن يعلم ماذا ينتظره لذلك أيها الأحبة نحاول أن نتأمل بعض أسرار الموت والقرآن الكريم يذكر لنا تفاصيل لا نجدها في أي كتاب آخر من كتب البشر لا يستطيع أحد أن يخبرك ماذا ينتظرك بعد الموت أحبة في الله لو تأملنا في القرآن وتدبرنا استجابة لله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون حتى عندما وردت هذه الكلمة بصيغة ليس الاستفهام صيغة الإيجاب قال تعالى كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وكأن الهدف من هذا القرآن ليس أن تقرأه أو تتبرك به أو تقرأه في الصلاة دون أن تفقه منه شيئا كأن الهدف من هذا القرآن هو التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب حقيقة الموت أنا كإنسان ينبغي أن أعلم ماذا ينتظرني؟ موقف سأمر به الروح أيها الأحبة في القرآن الكريم لو تتبعنا كلمات الروح في القرآن كله نجد أن الروح ليس لها علاقة بمسألة الحياة والموت يعني الروح لا تموت وهذا شيء منطقي لأن الله تبارك وتعالى يقول عن سيدنا آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا الله عز وجل نفخ في سيدنا آدم من روحه هو فمن غير المنطق أن تموت هذه الروح الروح صفة من صفات الله يسألونك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي أن قضية الروح قضية مستوعال جدا من العلم بينما الآيات التي فيها موت تذكر معها النفس الله يتوفل أنفسا حين موتها إذن الموت والوفاء الوفاة تكون للنفس وليس للروح الروح تقبض تخرج أما النفس تموت موتا حقيقيا قال سبحانه وتعالى كل روح ذائقة الموت لا لا يوجد هذا الكلام في القرآن كل نفس ذائقة الموت إذن انتبهوا أيها الأحبة الروح لا تموت تخرج لها مصير يعني لو تأملنا في القرآن نجد مثلا كلمة روح تكررت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ لا تيأسوا من روح الله ونفخت فيه من روحي ينزل الملائكة بالروح على من أمره على من يشاء من عبادي قل نزله روح القدس يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فأرسلنا إليها روحنا مريم عليه السلام فنفخنا فيها من روحنا مريم نزل به الروح الأمين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ونفخت فيه من روحي أنا أعدد للآيات التي وردت فيها كلمة الروح يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن اسمه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وأيّدهم بروح منه فنفخنا فيه من روحنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم يقوم الروح والملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذه آخر آية في سورة القدر إذن نلاحظ أيها الأحبة هذه الآيات كلها ليس لها علاقة بالموت ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد والروح شيء والموت شيء آخر إذا أردنا أن نتحدث عن الموت يجب أن نتحدث عن النفس النفس هي التي تأمر بالسوء دعوني أتأمل معكم بسرعة الآيات التي فيها كلمة نفس طبعا هي آيات كثيرة أكثر مئات الآيات لذلك ممكن أن نأخذ فقط يعني بعض الآيات التي ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الروح ليس لها علاقة بالخير والشر وهذه المسائل لا تتدخل إذن الروح هي الطاقة المحركة لهذا الجسد والطاقة المحركة للخلايا ونظام عمل التشغيل الذي يعطي هذا الجسم خصائصه يجعل القلب ينبض ويضخ الدم يجعل الكبد يعمل بطريقة صحيحة يجعل الدماغ يعمل الخلايا تعمل وهذه الروح عندما تموت النفس وتتوفى هذه النفس هذه الروح تخرج ينتهي كل شيء وتتوقف هذه الأعضاء عن العمل مع نالم أن القلب قد يبقى فيه شيء من الروح يعني الروح ليست عبارة عن مثل النفس تخرج وانتهى الأمر لا الروح موجودة مثلا العين فيها روح اللسان فيه روح القلب فيه روح لذلك أنت إذا أخذت قلب لإنسان مات في حادث واستطاعوا أن يأخذوا قلبه يمكن أن تزرعه لشخص آخر ويبدأ بالعمل بشكل طبيعي فهذه الروح طاقة المحركة الموجودة في القلب تبقى قيد العمل وتبقى موجودة وتنتقل إلى هذا الشخص الآخر إذن الروح هنا أيها الأحبة ينبغي أن نفهمها وطبعا هذه وجهة نظر يعني أنا أقدمها من خلال القرآن الكريم يجب أن نفهم الروح بأنها هي البرنامج الذي يشغل هذا الجسد وهي الطاقة التي تحركه وبالتالي الجزء يعني مثل كلية يمكن أن تأخذ كلية من شخص تضعها لشخص آخر فالطاقة التي تشغل هذه الكلية هي جزء من هذه الروح تنتقل إلى هذا الشخص آخر وهذا الأمر ليس له علاقة بالإيمان والكفر والإنسان طيب أو إنسان سيء أو إنسان النفس هي التي تتحكم بالخير أو الشر يعني مثلا إن النفس لأمارة بالسوء ولا أقسم بالنفس اللوامة ونهى النفس عن الهوى إذن الذي يتبع الهوى يتبع الشهوات هي النفس أنت أيها الإنسان عندما يوسوس لك الشيطان بشيء لترتكب فاحشة أو تأكل مال حرام أو تظلم إنسان أو تؤذي جارك فهذا هو هي النفس التي تحرك يعني نفسك هي التي تحركك تحرك هذا الجسد تحرك هذه اليد تعطي الأوامر الروح هي وسيلة يعني برنامج تشغيل ليس له علاقة لا يتدخل في قراراتك أيها الإنسان لا تتدخل الروح في قضية الخير والشر يعني أنت يمكن أن تقول أنا الآن أريد أن أقوم وأصلي لله ركعتين قيام الليل الذي يدفعك لهذا العمل والذي يجعل جسدك يتحرك بهم عالية هي النفس هذه النفس الطيبة عندما تموت الله ماذا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي انظروا أيها الأحبة النفس المطمئنة التي كانت تأمرك بالخير وكانت تأمرك بالإنفاق بمساعدة الناس بالأخلاق الحسنة تأمرك بالتسامح أيها الأحبة العبادات لماذا فرض الله العبادات هل لأن الله بحاجة لعبادتنا مثلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الذي الذي أراده الله منا أن هذه العبادات فرضها علينا ليقوم بها سلوكنا ليحسن بها أخلاقنا مثال أقم الصلاة أمر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم ومسلمة من بعده يقول تعالى فعل أمر أقم الصلاة طب لماذا يأتيك الجواب مباشرة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كأن الله يريد أن يعطيك رسالة أيها الإنسان إذا أقمت الصلاة فهذه الصلاة ليست لأن الله بحاجة لك أو لصلاتك أصلا إنما هي لتقوم سلوكك ولتنهاك عن الفحشاء والمنكر مثال آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم النفس حتى تزكوا وتصبح حياتك ذات سعادة ذات قيمة ذات أطمئنان أكبر فعليك أن تغض البصر عن محارم الله وعن ما حرم الله سبحانه وتعالى لمصلحتك أنت أيها الإنسان نحن ينبغي أيها الأحبة أن نفهم العبادات كما فهمها حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال ما معنى ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرتاح فاعتبر أن وسيلة راحته هي الصلاة يعني أنا المستفيد عندما أصلي أنا الذي أستفيد غيري لا يستفيد الخالق عز وجل تعالى عن ذلك أن يكون ذو حاجة إلي أو إلى غيري ولكن الله خلق نفسي أنا خلقها وعندما خلقها هو أعلم بها ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الآية الثانية أيها الأحبة سنأتي لها بعد قليل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إذن الخلل أين في النفس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لمن لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إذن الصلاة والزكاة هي أنت تقدم شيء لنفسك فائدة تقدمها لنفسك مثلا يقول سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه كأن الله يريد أن يقول لك إن مكان الشر ومكان الخداع مكان الكذب هو النفس لذلك قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لاحظتم مع أيها الأحبة عندما يتحدث القرآن عن النفس تجد الشر وتجد الخير تجد النفس اللوامة والنفس المطمئنة تجد نفس خبيثة إن تبدوا ما في أنفسكم يعني أنت تخطط لتؤذي أخاك تخطط لتسرق لتزني لفاحش ما تخطط لأن تأكل مال يتيم مثلا فهذا الأمر الله يقول لك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إذن النفس أيها الأحبة هذه المليئة بالشر مليئة بالهوى ونهى النفس عن الهوى الشيء الذي يهوى وينقاد وراء الهوى والشهوات هو النفس وليس الروح أيها الأحبة مثلا يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ربط الله سبحانه وتعالى بين المصيبة وبين نفسك أيها الإنسان قل هو من عندي أنفسكم مثلا قل فدرأوا إذن الله تبارك وتعالى يقول فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذن النفس هي التي تموت فدرأوا يعني إذا كنت تستطيع أن تحمي نفسك من الموت وتبعد الموت عن نفسك إن كنتم صادقين ففعلوا ولكن هل يستطيع أحد أن يدرأ أو ينجو بنفسه من الموت كل نفس ذائقة الموت إذن أيها الأحبة دققوا معي يجب أن تتخيل أن نفسك هذه هي النفس التي يمكن أن تكون خبيثة يمكن أن تكون صالحة هي التي ستموت وتتوفى فلحظة الموت هذه عندما تأتي الملائكة السجلات موجودة عند الله سبحانه وتعالى وموجودة عند الملائكة وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أنت الآن كل كلمة تنطق بها تسجل هي تسجل صوت وصورة على فكرة يعني أشبه ولله المثل الأعلى مثل فيديو صوت وصورة أي عمل تعمله سجل أي فكرة تخطر ببالك فكرة سواء باتجاه الشر أو باتجاه الخير هي مسجلة عليك هذا الكتاب المتراكم عبر حياتك إذا عشت ستين أو سبعين سنة أو مهما عشت سوف تجد أن هذا الكتاب يحضر لحظة الموت طبعا أنت لا تراه تراه يوم القيامة عندما يقول تبارك وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة سبحان الله والله هذا الموقف من أصعب المواقف عندما يقول لك الله أنت حاسب نفسك يعطيك الصلاحية أن تحاسب نفسك عندما يعرض عليك هذا الكتاب تجد فيه ألفاظ الشر ألفاظ الاستهزاء والسخرية الكلام الفارغ الذي تلفظت به أيها الأحبة يخطر ببالي حديث يعني والله أنا أحب أن أوصل لكم معلومات قد يغفل عنها كثير من الناس للأسف وسوف تذكرون هذا الأمر لحظة الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم كلمة إياكم يعني فيها تحذير أنا عندما أسمع رسول عظيم قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الرسول الكريم يقول لكم إياكم معنى ذلك هناك أمر خطير يعني فتح دماغك أنصت أصغي كل جوارحك يجب أن تكون مفتوحة وتعمل بكفاءة عالية لتستقبل هذا الأمر إياكم ماذا وكثرة الكلام بغير ذكر الله يا لطيف حديث مرعب إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله نحن في اليوم أريد منكم أن تضع قلم وورقة وتكتب أنا هذا اليوم عدد الجمل أو ساعات الحديث التي تلفظت بها كم ساعة ذكرت الله وكم ساعة تحدثت بكلام فارغ لن ينفعني شيئا أمام الله كثير مننا أيها الأحبة يجلس ويقص قصص وحديث هنا وهنا 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 وكلام بعيد عن الله بعيد عن ذكر الله بعيد عن القرآن كم ساعة تجد أن معظم وقتك أنك تتحدث بغير ذكر الله معظم وقتك والنبي يحذرك هذا التحذير سيكون حجة عليك يوم القيامة على فكرة يعني أنا عندما تلفظت بهذا الحديث كل شخص سمع هذا الحديث ورمى به جانبا ولم يسمع التحذير النبوي سيكون حجة عليه يوم القيامة إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قصوة للقلب القلب أيها الأحبة يقصو يعني مثل إذا كان لديك مثلا محرك سيارة عندما ينخفض مستوى الزيت تجد أن المؤشر يرتفع ينبهك أن الزيت أصبح منخفضا ينبغي عليك أن تبدل أو تزيد كمية الزيت حتى يبقى يعمل عندما يجف الزيت يصبح تصبح أجزاء هذا المحرك قاسية والاحتكاك بينها عالي جدا قوى الاحتكاك مرتفعة مما يؤدي إلى انكسار جزء من أجزاء المحرك وبالتالي قد يتعطل هذا المحرك أو قد تكون في حالة سفر وربما تتعرض لحادث مؤلم وربما تحدث أعطال أخرى أنت بغنى عنها لأنك أهملت هذا الموضوع ذكر الله أيها الأحبة هو مثل الزيت بالنسبة للقلب هو مثل الماء بالنسبة للخلايا الخلية عندما تنقص كمية الماء فيها تذبل وتمرض ثم تموت تدريجيا كذلك ذكر الله إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام شيء مرعب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي أنت طوال النهار تتحدث بكلام دنيوي ليس فيه ذكر الله لا تذكر آية من القرآن لا تذكر معجزة علمية من معجزات القرآن مثلا لا تذكر حديثا نبويا وتشرحه لمن حولك لا تذكرهم بالصلاة بالزكاة بالإنفاق بحسن المعاملة كلامك طوال النهار عبارة عن كلام فارغ بالنسبة لي أنا يعني أعتبر أي كلام خارج ذكر الله هو كلام فارغ يعني يتعلق بالدنيا وانتهى الأمر هذا الكلام يبدأ قلبك يقصو شيئا فشيئا حتى تتباعد عن الله وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي عندما تكون بعيدا عن الله لا تذكر الله يرزقك ويحفظك ويشفيك لن يستجيب لك لأنك بعيد أنت ابتعدت يعني منطقيا أنا لدي شخص يساعدني مثلا باستمرار ونسيت هذا الشخص وابتعدت عنه وأصبحت المسافة بيني وبينه بعيدا كيف أعود وأطلب منه أن يساعدني غير منطقي فتجد أنني إذا أحببت أن أحصل على مساعدة هذا الشخص أتقرب منه باستمرار أتصل به أطمئن عنه أرسل له رسالة تجدني دائما أحاول أن أتقرب منه لأستفيد منه هذا مثال بسيط كيف بالخالق العظيم الذي خلقك ورزقك وأعطاك من حيث وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ألا تذكره والنبي يحذرك إن كثرت الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي حديثك هذا أخي الحبيب سوف يتراكم ويصبح لديك كتاب مجلدات هذا الكتاب الملائكة موجود عندها هذا الكلام عندما يتحدد أجلك وقلنا إن الموت ليس له علاقة لا بالأمراض ولا بأي شيء ولا بالحوادث هو حدث مستقل له مناسبة رسل الله تأتي إليك خصيصا مبرمج عمل مبرمج يعني الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الملائكة في موعد محدد ليس له علاقة لا بعمرك ولا بغذائك ولا إذا لعبت رياضة أو لم تلعب كلها أسباب طبعا ولا إذا عملت حادث أو لم تعمل أو أصابك مرض أو لم يصبك له علاقة فقط بالأجل الذي حدده الله لك وأنت في عمر 42 يوما في بطن أمك تحدد هذا اليوم فعندما تأتي رسل الله إليك ما الذي يحدد موقف هؤلاء الرسل منك؟ كتابك كلامك الذي تلفظت به طيلة سنوات حياتك يؤخذ هذا الكلام وهذه الأعمال لديهم نسخة يتم تقييم عملك تماما مثل إذا أردت أن تتقدم إلى وظيفة ماذا يطلبون منك؟ السيفي أو السيرة الذاتية شهادة الخبرة الكفاءات الشهادات الأعمال التي قمت بها الأشياء التي أنجزتها في حياتك المشاريع التي أشرفت عليها إلى آخره فكلما كانت فيها مؤهلات أعلى سوف تأخذ منصب أعلى وأجر أعلى كذلك لحظة الموت تأتي رسل الله يأتون رسل الله هؤلاء الملائكة الكرام وعلى رأسهم ملك الموت ويبدأون برؤية نتيجة أعمالك الآن النتيجة النهائية للامتحان إذا كان كل العلم الذي لديك هو ماذا؟ عبارة عن كلام فارغ حديث في الطعام والشرب حديث يتعلق بغلاء الأسعار ولن تغير شيئاً يعني إذا جلست تتحدث 24 ساعة في الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها لن تغير شيئاً لن يزيد ذلك من رزقك بالعكس ستزداد تعاسى إذا جلست 24 ساعة تتحدث في المشاكل الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية لن تغير هذا الواقع بمجرد كثرة الكلام لذلك الذي يغير واقعك أنت هو ذكرك لله والعمل الصالح لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم التغيير من نفسك من الداخل ليس من الخارج التغيير من الخارج فاشل تغيير من النفس لذلك أيها الأحبة تأتي هذه الملائكة وتعرض هذه الصحف هذا العمل عملك هذا تاريخك فإذا كان لديك العمل الصالح ولديك مساعدة الآخرين تققوا معي أحيانا عمل بسيط قد يكون عمل تافه بنظرك قد يدخلك الجنة يجعلك ممن تأتيهم ملائكة الرحمة وليس ملائكة العذاب عمل بسيط رجل في من قبلكم كان يدين الناس ويتعامل معهم لم يعمل في حياته حسنة قط لا يصلي لا يصوم لم يعمل شيء في حياته شيء واحد فقط كان يعمله ما هو كان إذا بعث غلامه ليحصل له الأموال التي يعني يبيع بضاعة مثلا بالتقسيط أو بالدين فعندما يبعث غلامه يقول له انظر انظر أيها الأحبة من منا يفعل ذلك هذا اليوم كم واحد منا نحن المسلمين يفعل ما فعله هذا الرجل الذي لم يعمل في حياته حسنة قط يقول له يقول له إذا وجدت معسرا شخص معسر يعني ليس لديه نقود يؤديها فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فلما مات تجاوز الله عنه وأدخله الجنة هل هناك أرحم وأعظم من هذا الإله العظيم شخص لم يعمل في حياته حسنة قط ولا يعرف شيء اسمه صلاة أو زكاء أو صيام أو كذا ولكن هذا العمل البسيط هذا العمل البسيط أيها الأحبة أدخله الجنة طيب نحن ينبغي أن يكون لدينا مواقف مواقف نستفيد منها لحظة الموت يعني أنت مثلا جاءك شخص مضطر قد يكون كاذب وقد يكون صادق وقد ينصب عليك هذا المبلغ من المال أنت قدم لله لا تقدم له أراد أن يقترض منك مبلغا وأنت قادر أن تعطيه ولا تتأثير قل أعطه لهذا الشخص المعسر وقل أنا سأعطي هذا الشخص ويعني أساعده وأزيل عنه هذه الكربة عسى أن يغفر الله لي عسى أن يتجاوز الله عني عسى أن يساعدني الله في موقف من مواقف العرض على النار سبحانه والعياذ بالله فأنت عندما تفكر بهذه الطريقة كل يوم سوف تجد لديك مواقف تتراكم فعندما تأتي لحظة الموت فإن الملائكة تنظر والله أعلم طبعا بعباده تنظر في هذا السجل فعندما تجد هذه النقاط المضيئة لك تأتي ملائكة الرحمة لتتوفى هذه النفس فيقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم لماذا بما صبرتم لأن قضية أخي الحبيب أنك تنفق لله قضية صعبة بالنسبة لإنسان في هذا العصر عصر البخل أن تساعد إنسان دون مقابل قضية صعبة لأننا نعيش في عصر ماد بحت لا أحد يساعد أحد ولا أحد يفكر أن يعطي أحدا فأنت في هذه الظروف تحتاج إلى قوة صبر كبيرة جدا تضغط بها على هوى النفس وتقول أنا سأعطي هذا الشخص حتى لو لم يرجى المبلغ حتى لو نصبه حتى لو فعل كذا حتى كذا أنا أعطي لله تعالى عسى الله أن يغفر لي هذه الثقافة ثقافة العطاء أنا أسميها ثقافة العطاء ينبغي أن تسيطر على سلوكنا يعني من غير المنطقي أنك لا تقدم شيئا إلا مقابل شيء آخر هذا أمر غير منطقي ولن يخدمك في شيء لحظة الموت ستجد نفسك لحظة الموت كتابك فارغ أخذت كل أجرك ساعدت هذا الإنسان أخذت منه المقابل أعطيت قرض لفلان أخذت عليه ربع قدمت بضاعة لفلان قبضت ثمنها لم لا يوجد شيء لله إذن الله ماذا ماذا سيفعل لك لحظة الموت ما أنت أخذت كل شيء يوم القيامة عندما يأتي أناس بأعمال كثيرة يمحوها الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فيقولون يا رب نحن عملنا يوم كذا أنا بنيت مسجدا لك يقول له كذا أنت بنيت من أجل فلان لتقول أنني أنا كريم مثلا أو أنا فاعل خير بنيت من أجل الناس اذهب فخذ فخذ أجرك ممن عملت له في ذلك الموقف كيف ستذهب إلى فلان وهو عبد مثلك مثلك وهو في موقف أصعب من موقفك هذا لذلك أحبتي في الله قلنا إن الروح الروح هي القوة المحركة ونظام التشغيل للجسد هذا هذه الروح مستقلة عن أعمالك وعن الشر والخير والإيمان والكفر النفس هي التي هي القائد هي التي تقودك إما إلى الشر أو إلى الخير عندما تأتي ملائكة العذاب عندما تأتيك ملائكة العذاب أنا أريدك أخي الحبيب دائما في علم البرمجة اللغوية العصبية يقول لك تصور الأسوأ إذا أردت أن تنجو بنفسك فدائما حط الحساب الأسوأ لكي تكون قد عملت حسابك أنا سأعطيك الآن الاحتمال الأسوأ لموتك أن تتصور معي يمكن أن تغمض عينيك أو يعني تحاول أن تركز في هذه النقطة هذا الموقف ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت تخيل نفسك للحظة أنك ظلمت هذا الإنسان ظلمت إنسان يتيم أكلت مال يتيم ظلمت نفسك فلم تقم الصلاة تارك الصلاة ظالم لنفسه أيها الأحبة الذي يأكل مال الربا هذا الظلم الذي ينظر إلى النساء بشهوة وينظر إلى المقاطع المحرمة ويفعل بعض المحرمات هذا الظلم للنفس الذي يلتج إلى شخص غير الله ويدعوه ويطلب منه وهو يعتقد أن لديه الخير هذا الظلم هذا نوع خفي من أنواع الشرك بالله وهو ظلم إن الشرك لظلم عظيم تصور نفسك أنك في عداد هؤلاء الظالمين وكما قلنا علميا حتى تنجو بنفسك ينبغي أن تتصور الأسوأ لكي تتجنبه بعض الصحابة كانوا يسألون رسول الله عن الشر مخافة الوقوع فيه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت تصور نفسك أنك ظالم وأنك الآن في غمرات الموت في هذه اللحظة انتهى كل شيء انتهت الدنيا انتهى المال أولادك أو من حولك أبويك أو إخوتك أو الناس المحيطين بك لا يستطيعون أن يقدم لك أي شيء هم في عالم وأنت في عالم آخر أنت الآن محبوس داخل جسدك لا تستطيع أن تتحرك لا تستطيع أن تنطق هذه هي غمرات الموت مكبل لسانك لا يستطيع أن ينطق يداك مكبلتان جسمك كله كأنه مشلول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في هذا الموقف أيها الأحبة تصوروا معي والملائكة باسطوا أيديهم الملائكة هنا هل هم واحد اثنان ثلاثة طبعا الملائكة في اللغة العربية الجمع ثلاثة فما فوق قد يكون ثلاثمائة أنت لا تدري كم عددهم أنت واحد أنت واحد والملائكة جمع كثيرون يحيطون بك في موقف مرعب والله لو استمتعت في الدنيا مئة سنة ومارست كل أنواع المتع هذه اللحظة هذا الجزء من الثانية أسوأ بمليار مرة من كل المتع التي مررت بها على ذكراني ولو ترى إذ الظالمون تصور نفسك مرة أخرى أنك الآن تمت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت غياهب الظلام أنت لا لا تكاد أنت ترى أشخاص حولك مثل أشباح ترىهم هم يتحدثون في مواضيع يطلبون طبيب أنت شخص يبكي شخص كذا ولكن أنت غائب أنت الآن في حضرة رسل الله توفته رسلنا وهم لا يفرطون جاءت الملائكة وبدأت تبسط يدها إليك ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم باسط أيديهم سوف تقول لك الملائكة أخرجوا أنفسكم أنت في الدنيا كان لديك المال لديك السلطان لديك الدعم لديك الأصدقاء الآن ليس لديك حتى جسدك لم يعد ملكا لك أصبحت حبيسا داخل هذا الجسد الملائكة تبسط أيديها تصور كم يد ستمتد إليك وأنت واحد ضعيف يقولون لك أخرجوا أنفسكم كيف تخرج نفسك من هذا الموقف نفسك أصبحت بين أيدي هؤلاء الملائكة تريد أن تذيقها الموت وتخرج هذه النفس من جسدك هذه النفس الموجودة في جسدك تخرجها لتموت وتذهب إلى الله أعلم أنت لا تستطيع أن تتحرك لا تستطيع أن ترد ليس هناك أي رد فعل أنت مستسلم بشكل كامل أخرجوا أنفسكم عندما لا تستطيع أن تتكلم أو تنطق يقولون لك اليوم اليوم ليس يوم القيامة اليوم اليوم تجزون عذاب الهون يا لطيف عذاب الهون هناك عذاب وعذاب هون يعني هوان ومذلة أنك لا تستطيع أن تفعل شيء وذليل أيضا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عندما يأمرك الله تعالى يقول لك وقول للناس حسنة فيخرج من فمك الكلام البذيء والشتائم والنميم والغيبة على الناس أن تستكبر عن آيات الله عندما يأمرك الله بالسجود له يقول لك أقم الصلاة ولا تقم الصلاة هذا استكبار إبليس كيف وصفه الله وإذ قلنا للملائكة السجد لآدم أمره بسجدة واحدة فقط لم يأمره بالصلاة طيلة حياته أمره بسجدة واحدة وهي بسيطة كان بإمكانه أن يسجد وانتهى الأمر وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين كأن الله يريد أن يقول لك إذا أنت لم تقم الصلاة ولم تسجد لله فأنت مثل إبليس أبيت استكبرت عن آيات الله ودخلت ودخلت في مرحلة الكفر ولا يأذو بالله اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إذن والله يا أحبتي إني لكم من الناصحين كل يوم اجلس وتخيل نفسك أن هذه آخر لحظة من حياتك وهذا أسلوب نبوي أيها الأحب هذا الكلام ليس من عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي صلاة مودع ما معنى صلاة مودع يعني اعتبر أن هذه الصلاة هي آخر عمل لك من الدنيا ستموت ستلقى الله بعدهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت والنبي يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا طيب هذا كلام نبي كريم يحذرك من الموت باستمرار ثم تقول تنشغل بالدنيا فقط كل يوم ولو خمس دقائق قبل أن تنام أو عندما تصلي ركعتين قبل النوم تذكر أن تذكر لحظة الموت فقط والله هذا التذكر سيكون مصدرا لسعادتك لماذا؟ لأنك عندما تتذكر هؤلاء الظالمين والمصير الذي ينتظرهم تحاول أن تبتعد عن هذا الطريق إذا كنت من الزنات تبتعد إذا كنت من أصحاب الفواحش تبتعد إذا كنت تؤذي الناس تبتعد إذا كنت تتقاضى رشوة في عملك تبتعد عن هذا الأمر تخاف إذا كنت لا تساعد الناس سوف تسارع لمساعدتهم لماذا؟ لأنك لا تحب أن تكون مع الظالمين من منا يحب أن يكون مع الظالمين؟ يعني أنا سأعطيكم آية مرعبة مرعبة جدا أيها الأحبة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي ماذا؟ المجرمين أنت استكبارك عن عبادة الله تكبرك عن الصلاة والزكاة والصيام والتواضع الذي أمرك الله به وأن تقول للناس حسنا وقول للناس حسنا عقوقك لأبويك إذا قلت أف كلمة أف من الكبائر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض خفض لهما جناح الذل من الرحمة يجب أن تكون ذليل أمام أبويك ولست فرعون أمامهما ذليل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إذا لم تقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وإذا لم تكن ذليلا بين يديهما وإذا كنت تنهرهما أو تسيء لأبيك أو أمك أنت من المتكبرين عن آيات الله ما معنى ما معنى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أنت تستكبر أن تنفذ أمر الله الله يقول لك ولا تقول لهما أف كلمة أف محرمة ويقول لك يجب أن تخفض لهما جناح الذل فلم تفعل ذلك فأنت استكبرت طيب ما هو مصيرك وكذلك نجزي المجرمين احذروا أيها الأحبة لأن الموت قريب كل واحد مننا يمكن في ثانية أن يموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إذن هذه اللحظة ينبغي علي أنا كإنسان ذكي أستخدم عقلي أنا في عصر العلم اليوم يعني اليوم أيها الأحبة بمناسبة فيروس كورونا الذي أرعب العالم الناس تسارع لشراء هذه الكمامة وهي لن تقيهم من قضاء الله قد يموت في حادث قد يموت في سرطان قد يموت في أي سبب آخر يسارعوا من أجل شراء شيء يتقون به فيروس طيب ألا تتقي عذاب الله لحظة الموت ألا تتقي هذا الموقف الذي ستتعرض له إذا لم تطبق أوامر الله كما أمرك بها لذلك أحبة في الله أنا لا أريد أن أطيل عليكم سنقوم بملخص لكي نستفيد من هذا اللقاء إن شاء الله أول شيء الروح هي شيء من أمر الله ليس له علاقة بالحياة طبعا هي مصدر الحياة ولكن ليس لها علاقة بالشر والخير والكذا النفس هي التي لها علاقة وأنت ينبغي أن تنهى نفسك عن الهوى وليس روحك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى النفس هي التي تموت هي التي تعذب هي التي إذا كانت صالحة تصعد إلى الله يا أيتها النفس المطمئن هذا النداء لحظة الموت ينادي الله النفس تصور أنك نفسك هذه الله هو الذي يتبنها هو الذي يريدها يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الجنة ستدخلها بعد الموت مباشرة على فكرة لا يخدعنكم من يقول ليس هناك عذاب قبر ليس هناك نعيم بعد الموت ليس هناك أي شيء هو عبارة عن لا شيء والله هذا خداع لكم أيها الأحبة إذا صدقتم بأنه لا يوجد شيء بعد الموت ستنتظر مفاجآت ليست سارة ينبغي أن تعتقد أن كلام الله هو الحق وأن ما بعد الموت هو إما جنة أو نار إما نعيم أو عذاب والذليل من القرآن يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك متى هذا الكلام هذا في الدنيا وليس في الآخرة ارجعي يعني تخرج هذه النفس تذوق الموت ترجع إلى الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي تدخل في عبادي الله الأنبياء الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أجمل من أن تكون مع هذا النبي ماذا تريد هذه الدنيا بعد ذلك وادخلي جنتي بينما النفس الخبيثة تخرج فلا تفتح لها أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء تبقى على هذه الأرض التعيسة وتبقى في هذه الحياة الكئيبة يعني أنت في الدنيا كئيب وبعد الموت كئيب ويوم لقاء الله يكره الله لقاءك وتجد نفسك في جهنم لماذا؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تبني وتعمل وتقوم بتجارة ودراسة وشهادات وتبني وماذا بعد ذلك أيها الأحبة؟ هذه أمور كل الناس تفعلها الملحدون يبنون للدنيا أكثر منا فأنت هدئ نفسك ورزقك موجود عند الله سوف نخصص إن شاء الله حلقة كاملة لأثبت لكم أن الرزق ليس له علاقة بالعمل مطلقا من القرآن الرزق أيها الأحبة بسرعة الرزق بمشتقاته تكرر 123 مرة لا توجد ولا آية واحدة في القرآن تربط الرزق كمية الرزق بكمية العمل لا توجد الرزق يرتبط بمشيئة الله وبما كتب لك وأنت في بطن أمك عمرك 42 يوم عندما كنت مضغة مضغة يعني يعني واحد سنتيمتر وليس له علاقة لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فلا تقلق على الرزق لا تقلق على الحياة الدنيا اعمل اعمل للآخرة واعمل للحظة الموت وسوف تجد أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في عداد الذين قال الله فيهم يعني أنا سأختم لك لا أطل عليكم بهذه الآية ومرة أخرى أقول لك تخيل نفسك أنك أنت من تتنزل عليهم الملائكة ليس أن توفته رسلنا وهم لا يفرطون وأخرجوا أيديا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاما تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تصور أن هذه الملائكة تنزل عليك ملائكة ليس ملك واحد ملائكة تنزل عليك وتقول لك لا تخاف لا تحزن لا يوجد شيء أصلا تحزن عليه من هذه الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم يعني هل يعقل أنا أنا شخصيا عندما أتخيل هل يعقل أنا العبد الفقير المذنب المليء بالأخطاء المليء بالتقصير أنني أتخيل أن ملائكة الله سبحانه وتعالى تتنزل وتبشرني بهذا لحظة الموت هذا ما أريد منك أن تتخيله أخي الحبيب والله عندما تتصور نفسك كل يوم كل يوم تتذكر الموت سوف تجد أن الموت هو الذي يقوم سلوكك يزيل عنك الهموم والمشاكل والكآبة ومتاعب الحياة ويجعل سلوكك يعني مثل إنسان يسارع ويركض من أجل أن يحظى بمرضات الله وأختم هذه مرة الثالثة نقول نختم نختم بقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته